هنروح لأول أخبارنا وزي ما قلت حضراتكم الجمعة والسبت مليانين ماتشاط أول مباراة و أهمهم على الإطلاق هي مباراة كرة اليد هي مباراة كرة اليد ما بين الأهل والزمالك طبعا زي ما حضراتكم عارفين إحنا داخلين متصدرين الدوري براسيد 26 نقطة يأتي وراءنا في المركز الثاني على طول نادي الزمالك براسيد 24 نقطة واللي عمل الفرق ده آخر مباراة بيننا وبين الزمالك فوزنا فيها بنتيجة كبيرة 27-22 طب المباراة دي مهمة أيها المباراة دي مهمة عشان نحافظ على الصدارة مين بتولى تقديم الفريق؟ مستر ديفيد ديفيز حضركم شايفينه في الصورة والمباراة تتلعب الساعة عشر بالليل على صالة الدكتور حسن مصطفى بالمديد السادس من الأكتوبر طبعا نادي الزمالك داخل بغيابات عنده إيقاف نورة اللي توقف من المباراة اللي فاتت بعد طبعا محمد رمضان محمد رمضان اللي هتوقف وغياب أحمد حسامي نادي الزمالك عنده غيابين زي ما أقولت حضركم محمد رمضان وكمان عندك حسام الاتنين هتغيبوا عن اللقائين ولكن يعني آه يعني مهمين ولكن بتهياء للسكوات عند نادي الزمالك يتحمل غيابين دول بالنسبة لله دي يعني الحمد لله بفضل الله ما عندناش غيابات وده يعني نادر لما بيحصل في لقاءة الزمالك أنا يعني بقى ليه يعني فترة بغطي الألعاب الأخرى وشايف يعني دايما المباراة الأهل والزمالك كنا بنقابل على طول ممكن نلاقي ناقص لعب أو اتنين أو تلاتة في الإصابات ولكن هذه المباراة ان شاء الله داخلين كاملين ما عندناش مشكلة والدنيا كويسة يا رب ان شاء الله نفوز ليه مهم نفوز لأنه طب احنا ناخد بطولة لا بس هنطلع على الدول اللي بعد كده بالمركز الأول طب هيفرق معنا في ايه؟ هيفرق معنا ان انت تطلع بين نقاط في أربع نقاط نقطتين نقطة ونص نقطة نص نقطة هيبقى الترتيب كده هتقولي نص نقطة يفرق وايوة يفرق تفرق في ان انت بعد لما تيجي تقابل نادي الزمالك في المباراة الأخيرة ما تبقاش فينال بالنسبالك تبقى فينال بالنسبالك بمعنى ان انت لقدر الله خسرت عندك مباراة تاني تقلعبك كسبت المباراة دي خلاص انت شلت الدور يعني اتمنى كونه الموضوع وصل يعني انت فارق نص نقطة في المباراة الأخيرة بتبقى من نسبالك فينال كسبت تشيل درع السوفر ومهم جدا المباراة دي عشان تدخل بعد كده على السوفر الافريقي وايضا متوت افريقيا فانت مهم تبقى في التوب فورم في ثقتك راكب الدوري في مصر راكب المسابقة في مصر فده مهم جدا انا شايف ان المباراة دي اهم ومباراة موجودة عندنا يوم الجمعة والسبت القادمان